السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدون والمشاهدات العزاء أهلا ومرحبا بكم نحن معكم في بث حي ومباشر أيضا عبر قناة هلاء الفضائية وأيضا عبر موقع بانيت في ضمن برنامج الموجة المفتوحة في برنامجنا اليوم سنتوقف عند عدد من المواضيع والقضايا سيكون معنا ضيوف أيضا في الستوديو وأيضا عبر البث المباشر قبل أن نرحب بضيفنا في الستوديو في الفقرة الأولى سنمر سريعا على أهم العنوين التي تتصدر موقع بانيت ظاهرة تغيب الطلاب عن مدارسهم في رمضان تتفشى ومدراء مدارس يطالبون الطلاب بالحضور والانضباط وأحدهم يقول لقناة هلاء شهر الصوم ليس شهر النوم القطايف سيدة الحلويات في رمضان كم يبلغ سعر الكيلو في الناصرة تقرير لقناة هلاء وموقع بانيت من الناصرة أيضا الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة تغيبان بهجة رمضان في إكسال وفي شأن الحرب القطال في يومها المائة واحد سبعين استمرار الاشتباكات في مستشفى الشفاء في غزة وبعد ظهر اليوم صفرات الانظار تدوي للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين في منطقة أجدود هذه هي أبرز العنوين ومباشرة سننتقل إلى الفقرة الأولى وضيفنا يأتينا من مدينة الناصرة وهو مدرب نمط حياة صحي الشاب غازي محميد أهلا ومرحبا بك يا على فيك شهر غازي محميد أولا تحب تعرف الجمهور على نفسك من أنت غازي محميد؟ طبعا غازي محميد زمحية من الناصرة عمري 20 سنة أنا مدرب نمط حياة صحي صلي سنة تقريبا بشتغل بهذا المجال وبرضو كمان بشتغل ككاتب محتوى تسويقي طيب شو اللي جابك على عالم التدريب على نمط حياة صحي والسؤال اللي لا يقل أهمية غير إنه شو جابك شو يعني نمط حياة صحي هذا شي واسع كثير مضبوط سؤال حلو كثير أولا شو جابني على هذا المجال بالأول كانوا إمه أبوي بحاولوا يحافظوا عنامط حياة صحي عن طريق نظام أكل ومكملات غذائية من شركة تغذية معينة بعد ما شافوا هنا نتيجة كثير حبيت إنه أنا برضو أكون جزء من هذا الأشي لأنه برضو إم أبوي بسمعوش صم فأنا بتواصل معنا بضرب لغة الإشارة لما شفت إنه في عندي فرصة إنه أنا برضو أعطي للناس اللي بسمعوش والصم إنه يقدروا يحافظوا عنامط حياة صحي لأنه بلنسبة لأن هذا الإشي مش مفهوم يعني ما يعني نمط حياة صحي وأحافظ وأنزب الوازن طريق صح فكرت أخذ الإشي هيك كعلاعات كيانات نقول إنه أكون جزء من إنه الناس اللي بتغير بهذه الفئة من الناس كيف كانت طفولتك لوالد ووالدي لديهم مشكلة عاقة سماعية من دولة إحتياجات القصر؟ أكيد ما كانش الإشي سهل عليه هو ما كانش سهل أنا صراحة أنا كن صراح معك أنا حوقت إنه ما كانش سهل بس كبرت يعني وقتها الوالد صغير بالنسبة له هذا هو الواقع يعني إنه أم وأبوي بسمعوش هذا إشي عادي يعني بعدين لما يطلع ويشوف كيف الأم وأبو اللي بسمعوه كيف يتعاملوا أصير شوف إنه أوكي في إشي غريب هنا إنه صيرت شوف الناس اللي بسمعوه هن اللي عن الإشي الغريب مش شو أنا مركت فيه بس لا الحمد لله دائما إحنا بنقول إنه هذا الإشي قواني كثير من أنا صغير واضح واضح بشخصيتك وطريقة حديثك الله يساعدك وواضح إنه الأب والأم يعني ما وفروش جهد على التربية يعني صحب هن أم وأبوي طبعاً عملوا اللي بقدروا عليه كمان بهذا الإشي إنه يقدر وفرولي كل إشي أنا بقدر إنه هن بقدر يوفرولي إياه بس من ناحية تاني برضو كنت أنا اللي حسن الحظ برضو في عندي ستة وخالتي بالبيت كانوا كمان معنا فمن هون أنا برضو عرفت كيف أقدر أتواصل باللغة المحكية طبعاً لغة العامية هاي شغلات لأنه طبعاً إذا كنت بس مع أم وأبوي لحالاً ممكن رحكون كتير سعب علي أتخلط مع ناس اللي بس بحكوا حكي عادي طيب هذا شو جابك وماذا نعني بنمط حياة صحي؟ نمط حياة صحي سؤال كثير حلو أغلب الناس بتفكر أن نمط حياة صحي هو أنه أحرم حالي من كذا بس أكل خضرة أعمل هيك سكر وحلويات ممنوع هذا الإشي غلط لأنه بالآخر نمط حياة صحي هو نمط حياة متوازن يعني أنت بحاجة لها صحيح معادن، فيتامينات، بروتينات كل هذه الشغلات بس برض أنت بحاجة جسمك لها سكر، دهون، كل هذه الشغلات لأن هذه لها وظيفة وهذه لها وظيفة فإحنا بالآخر عندما تحافظ على مط حياة صحية، أنت مش عاديت في اختلاف كثير كبير لأنه هنا ما فيش حرمان، هون عندك توازن ومجبور يكون عندك معرفة الكافية عشان تعرف كيف توازن هذا الإشي بحياتك شكل عامل تقول يعني مش دايت أو مش ريجيم، وكأنه ريجيم شيء مرتبط بأشي سلبي عنا مظبوط، مظبوط الريجيم يعني أنه دحنة محالة من شيء، ريجيم يعني أنه إذا في عندي صهرة بدحنة دحنة مليون مرة، شو بدي أوكل، إذا في طلعة، إذا في عزومة هس إحنا في رمضان، تحكي لي عن هذا الموضوع الريجيم وبالدايت أنا برأيي شخصيا كغازي ليس اشيء صحي وحسب طبعا ليس رأيكة أنه رأيي يأتي على ملايين إشاء تقريتها وعلى تجارب الناس لأنه بالآخر الرجيم هو كيف يبدأ، أو الأدايت كيف يبدأ؟ الشخص يجرى ويتظهر بالمراية بقول أنا مش عاجبني جسمي، بكرةها جسمي، بكرةها الدهون، هاي كلها جسمي مش عاجبني فبدأ أمش على دايت وأحرم حالي تمام بحرم حاله من خبز شوكولاتة أنا عارف شو ممكن يحرم حاله مشروبات غزية بالضبط وممكن عجد يكون عنده علاقة كوي معي الشغلات بغدرش بدونها بس بحرم حاله كعقاب وكأنه عشان ينزل بالوزن بنزل ممكن يصمد شهر شهرين ثلاثة أنا عارف كدش ناس بتصمد بس بشو مرحلة إلا ما يصير في هاي اللحظة اللي خلص نكسر ممكن يكسر لأنه زهق أو ممكن يكسر لأنه بكافئ حاله هذا الاشي العكسي بكل قلوا نواو نزلت يلا بكافئ حالي شوكولاتة مش مشكلة لما فيش عادي يعني فمرة عمرة برجع منشوف أنه رجع لنقطة الصفر وهون هاي الحلكة اللي أنا بسميها حركة زي الفار بيكون شخصون بظلوا يلفوا 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 بالآخر برش لمحال تبو الحال غازي الحال هو بس عن طريقة توازن 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 دهك تعرف أنت بالضبط شو جسمك تحتاج مشبور تعرف معطيات جسمك لأنه وزنك ها آخر إشي ممكن تطلع عليه الوزن مركب أي معطيات يعني القصد اللي لازم عرفها نسبة السوائل عندك العضل بالجسم نسبة الحرك بالجسم نسبة الدهون بالجسم هاي كلها ملان شغلات كثير مهمة نسبة الدهون الباطني اللي جوه عندك لأنه فيه فرق بين الدهون البرة اللي بتكون هاي كان بينه والدهون اللي بتكون جوه بالأعضاء البطني نزا القلب الكبد الكلاوي كل هذه الشغلات فالواحد لازم يعرف كل هاي الشغلات عشان يعرف من وين يبلش عشو يشتغل مش انه وزني كذا بدي أصل هو وزن كذا اوكي تمام بس انت عارف شو هذا الوزن شو فيه شو بدك تغير شو بدك تقيم لأنه عجد ممكن هات نكون شخص اللي وزنه هات نكون ستة وخمسين وشخص تاني اللي وزنه اتنين وستين بس الوزن اتنين وستين مبين على جسمه مرتب أكثر من وزن لأنه العضل عنده أكثر لأنه عضل أكثر دهون أكال فهذا الاشي كثير لا يبعين لأي مدى الناس الجمهور وانت بتحتك بالجمهور وتلتقي بالجمهور لأي مدى الناس والجمهور بارفو يعني انه مش فقط الوزن هو الرقب هو المحدد انه لا أنا في معطيات أخرى لازم أنتبهي لها وانه في ممكن تغذية معينة لأعتمدها مشان أقوّل أزيد كتلة العضل عندي وأقلل الدهون أزيد السوائل في جسمي كم الناس بتعرف هذه الأمور ولا بس لازم أنزل بالوزن الرقم للأسف لا يوجد الناس تجهل هذه الشغلة دائما الناس براسة أنه أنا بدي أنزل وزن أنا بدي أنزل مثلا 5 كيلو 10 كيلو قبل العرس أو قبل المناسبات أو قبل اسمه بس هذا التوجهه كثير خاطئ لأنه أنت لما تيجي تحكي أنا بدي أنزل وزن قبل كذا هون عم تعطي أنت لحالك تاريخ بداية و تاريخ نهاية يعني هنا أنت خلص كردت براسة مش مش دائم مؤكد وهذا الأشي ما نشوفه بأبحاث عندنا كثير بالأخص بالمجتمع العربي يعني بالمجتمع العربي الجهل بقصة الوزن وكيف نحافظ على نامة حياة صحية كبيرة يعني نطلع على الأطفال بس هات نقول من في بحث حطوا أنه من بين كل خمس أطفال بصف أول في واحد اللي عنده وزن زائد صف أول صف سابع بصير واحد بين كل ثلاثة فهذا الأشي وارجينا وإحنا بشكل عام على المجتمع كله 80% من المجتمع عنده وزن زائد أو مشاكل بالوزن فإحنا هون بعكس قدش أنه فيه جهل بالموضوع الناس لازم عن جد حقوق تسعة عشر إذا بتهم من حديثك أنه الأمل متعالك وليس فقط في التغذية شو أنا بوكل إنما أيضا في أمور أخرى كيف أريد أن أزيد كتلة العضل إذا أنا ما تدربتش أو ما مرستش الرياضة صح؟ مضبوط هذه الشغلات كلياتها بنفعل واحد يعملها يعني شخص اللي هو تحت الوزن المطلوب يكون أو من سميتات مشكال أقل من الوزن المطلوب يكون بيقدر يطلع بالوزن معي لما يفوت نسبة بروتيني منيحة على جسم وكل شيء يعني كله هذا متوفر وموجود ومش صعب زي ما الناس تفكر يعني عند الناس فهمنا أن الواحد لازم يحافظ على نمط حياة صحة وأنه لازم يعني في المطياطي السؤال كيف ممكن أحافظ على هذا النمط وانت بتعرف أنه يعني أكلنا صح مشبع بالدهون مش كله ولكن نسبة كبيرة نعتمد على المقالة كثير الآن إحنا في شهر رمضان المبارك حدث ولا حرج عن قضية الغذاء اللي مش صحة مضبوط من هاي الناحية أولاً إذا من يجي نطلع أنه حدا يحافظ عنامة حياة صحة بس عن طريق الأكل أنا براية بشوفها مهمة شوي صعبة لأنه اليوم الأكل تبعنا في القيم الغذائية اللي فيه كثير واطية وعم تنزل مع على مرور السنين وحتى في أبحاث بتقول أنه من هون لسنة الـ 2040 35 تقريباً راح يصير أكلنا كل ياته معتمد على المكملات الغذائية لأنه قيمة الأكل تبعتنا بالأكل نفسه كثير قليلي فصعب علينا نوفر كل شيء لجسم عن طريق الأكل فأنا طريقة البعضة مدها كيف مع الزبائن اللي عندي وناس تشرك معي بالنظام أنه نعمل لو كأنه 50% مكملات غذائية 50% أكل يعني واجبتنا باليوم تقريباً بتكون عبارة عن مكملات غذائية اللي هي صحية وطبيعية كيف هاي المكملات الغذائية اللي أنت بتتعامل معها هل تأخذ على شكل أقراس حبوب ولا على شكل مشروبات ولا كيف على شكل هي بودرة بتحطها مع ماء يعني مشروباتي بالآخر إنه الشيك إحنا اللي بنسمي فإحنا فيه عندنا واجبتين الأكل تعمها طبعاً أنا بأكد لك وطعمات تعديدة فيه وتقدر تعمل خلطات ونكهات مختلفة تعرف لأنه برضو الواحد يستمتع مش بس طبعاً طبعاً بالعكس وأنا بأكد لك الواحد لما يمشي على نمط حياة صحة هذا أكثر شيء ممتع أكثر بكثير عن جد من أنه تقعد بس أكل أكل وأكل وأنت مش عارف ما عم تفوت على جسمك فمجرد يكون في عندك توجيه صح هنا أنت راح تشوف عن جد الاختلاف بين كيف الواحد يعيش نمط حياة صحة وواحد مش عيش نمط حياة صحة حكيت عن مكملات وكلت وجبتين وزاكة ومتوازنة ومتوازنة لتفضل مثلا أحكي لك كيف النظام يكون نكون مثلا الصبح دائما في وجبة شيك بعدها في ساعتين ثلاثة الواحد يجب أن يأخذ وجبة ما بين يعني وجبة خفيفة التي عادتنا تكون مركزة فيها بروتين مع خضار يعاد تكون مثلا هاي يبعنا على ساعات الصبح طبعا بأيام مش رمضان مثلا سنكون بيطين ثلاثة مع خيار بندورة ممكن برضو كمان خبز كثير منيح الخبز بس الصبح هذا كثير مهم لأنه مفضل فوت نشبيات على جزمك الخبز معين اللي هو من قمح من حبوب القمح أو الملائن الملائن مفضل بس طبعا الخبز الأبيض مش إش اللي هو سيء يعني نحن نرسمه شرية بالخبز الأبيض بس كميات معينة بالزبط المشكلة بالكميات والترتيب كيف يعني في فرق بين أن تأخذ الخبز بالليل والصبح في فرق فبعد هذه الوجبة الخفيفة طبعا في عنا وجبة رأسية وإحنا ما شاء الله بالأكلات العربية كل شيء موجود عننا بالوجبة الرأسية في عنا بروتين نشويات ألياف كلها الشغلات فإحنا عادة تكون الوجبة منيحة رأسية وبعدها بعد بساعتين ثلاثة الوجبة الرأسية كمان الأخرى تشيك وبالليل يعني إن الواحد حس حال وجعانها رح تكون الوجبة الخامسة بقدر يفوت كمان أخرى وجبة يعني إيشاء خفيف طبعا فواكه هيك برضو كما منركز على قصة الألياف وهذه الشغلات بالجانب النفسي مهم غازة ما هي الأدوات النفسية التي يمكن الإنسان يستعين فيها من أجل أنه يساعد نفسه لإنزال الوزن أو حتى ذكرت ناس آخرين التي لا ينزال صعود في الوزن بالضبط على الحالتين الجانب النفسي كثير مهم لأهاتم كل تسمع من حكي أنا أقدر أعطيك أبحاث معينة التي عملت بين مجموعتين من النساء مجموعة واحدة الثانتين أولا الفرق بين مجموعة واحدة عملت ممارسة لأنه يطلعوا حالا بالإمراي كل يوم يحكوا حكي حلو لحالا أن يمارسوا عدد بحب الذات هذه هذه المجموعة الأولى والثانية ما عملت هذا النتيجة الحلوة أنه أنه الذي مارسوا عدد بحب الذات نزلوا بالوزن أكثر من المجموعة الثانية وحتى من بعد التجربة يقدروا يحافظوا على هذا الوزن ليس أنه رجعوا مثل المجموعة الثانية ما هذا بقوله هذا بقولنا أنه كيف صورتنا الذاتية من حالنا كيف نحن نطلع حالنا ونتعامل مع حالنا ونحكي مع حالنا بحياتنا كلها شيء كثير مهم لماذا؟ لأنه عندما تتحدث مع حالك ويكون لديك صورة عن نفسك معينة أنت تفوت كل هذه الشغلات المعطيات لعقلك اللاواعي والعقل اللاواعي معروف أن العقل اللاواعي هو المسؤول عن أغلب كرات حياتنا يعني نرى بملاي الناس الناس الذين يكون لديها معتقدات معينة مثلا تقول أنا وياك لدينا معتقدات مختلفة لنفس الموقف يحدث بينه بينك أنا ممكن أخذه بطريقة وانت بطريقة مختلفة ممكن أنت ترى بطريقة إيجابية وانت بطريقة سلبية فنفس الاشي بالوزن لما نظل نطلع حنب المرأة ونقول ولو أصل هالوزن يمش حجبني جسمي لو أنزل هالأكم كيلو هاد اشي غلط لأنه مهما تعمل هون قدت مش متقبل لنفسك بس لما تصل لمرحلة انو تطلع حليك ولمرأة تقول تعالشو أنا مهما كان وزني مش فارق أنا حضل أحب حالي ورح تضحك بحالي لحالي دائما بالمرأة هون فيه توجه مختلف كليا ورحشوف نتيجة أكبر بكثير من هذا برجع بسألك كيف ممكن نحافظ على نمط حياة صحي الآن في رمضان الآن في رمضان سؤال حلو تعرف ونكترب من العيد وعزائمي بتكثر آخر أسبوعين في رمضان مزبوط الأشي في رمضان أنه طبعا نحن عنا الصيام أغلب الوقت فكثير كثير مهم أول وجب نوكلها يعني الإفطار هي تكون وجبا فيها كل الأشياء اللي نحن نحتاجها من بروتينات نشويات كل هذه الشغلات وبشوف غلطة كثيرة برضو يعلمها ملل ناس أنه بخلصوا الشوربة قبل ما يفوت أصلا بالوجبات بشربوا مي وبشربوا الشوربة وكل الأشياء بعدين بالشرب لا مرة ما كانوا يشرحوا لنا أول أشياء الشوربة الشوربة أهم أشياء الشوربة إذا تشربها على أساس أنه أوكي ما يتبلي ريكك لأنك عطشان خلال اليوم تمام أما مش تخلص كل الشوربة بعدين تبليش هون أنت مع تاكوليات هذه الأهم من الشوربة لأنه هنا جسمك كل وقت محروم من كل هذه القيمة الغذائية فأنت مش تفوت شوية بروتين يعني جاش سمك حسب شو الطبيق بيكون مع شوية خضار مع شوية نشويات روز مع كارون أنا عارف خبز فهذه مثلا من ناحية وجب رأسي وبعدين خلال اليوم طبعا الواحد إذا بدأ تحلها بزغط هنا مربط الفرص إذا بدأ تحلها أنا مثلا شخصيا مع الناس أنا بشتغل معهن حسن الحظ من المؤتجات تابعونا اللي أنا بعطيهن للناس المكملات الغذائية بنفع يعملوا حلويات صحية يعني بفل كل هاي الشغلات طبعا إذا حبين مثلا يوكلوا كطايف شغلات أوكي حبي حبتين بس أنا بحكي لك شخص المحافظ عنا مضحية صح هو نفسه ببطل أنه بيكون هالجوع أنه آه بدي أكل إسأة حلة وهايك بسرعة جد يبدو لك سهلا لأنك أنت لا تعاني من السمنة أو يمكن أن أقول لك هذا الأشياء مصبوك صح ممكن لأنك أنت شخص يعني ضعيف بين كسن ناحية وزن مصبوك سهلة عليك تقول هاي الأشياء صح بس أنا برضو بشتغل مع ناس والزبائن اللي عندي صدقني عن الناس اللي عندي بدهم ينزل بالوزن أكثر بكثير من اللي يطلع بالوزن فأنا بتعامل معهم فأنا فهم كثير ماذا الحاجات يعني حتى نبارح أعطيك مثال حتى نبارح في صبير نتلع حكيت لأنا دايما يعني متعودة أن أشرب نس مبغدرش يعني متعودة كثير كل ما أخلص إفطار أشرب النس شو أعمل أسا حكيت لها طبعا هي مخدة المكملات غداية كل هذه الشغلات حكيت لها على طريقة معينة لكيف تعمل عن طريق المكملات هاي حليب اللي هو رح يكون حليب نباتي اللي هو بديل للحليب العادي من السويا ونحط معا برضو شيك كابوتشينو حكيت لأز أنت هل قد حابة طعمة الناس حطي معلقة صغيرة من الناس عادي عشان للطعم عشان تحس عن جلدة حالك انكشار بنس فهنا فيه دايما طرقا دايما فيه طرق ولا مر ما الميز المتدربين لديك هل مثلا من شريحة عمر معينة من جيل معين هل هم أكثرهم من النساء من الإناث الصراحة اللي فيه رابط مشترك كل واحده وعالمه لا صراحة هو من كل الفئات يعني إذا نحكي من أنه فئات من كله بس بشوف مثلا أكثر النساء بيهتموا بهذا الأشي أكثر من الرجال وهذا للأسف يعني واقع اللي هو مش كتير منيح لأنه دايما الرجال بحس شو أمشي دايت ونظام و هيك عادي أنا مبسوط على كارش بس بالآخر مش كس أن أنت مبسوطة وليس مبسوطة بالآخر أنت تطلع حالك أنت صحتك كيف أنت عائلتك أنت اللي بتصل لمرحلة بعدين اللي ممكن يكفي سرع لك شخوخة مبكرة وليس تقدر تعمل هاتنقول إشياء مهام يومية اللي تقدر توفر لعائلتك الشغلات اللي بيحتاجوها لأن عندك وزن زائد تقدرش تروح تيجي تعبام ضلك نايم شو أحلر أو هيك رد فعل سمعته من حدا من المتدربين لديك يعني وترك أثر عندك وبتنسهوش بعد ما حقق نتيجة منيحة واو هذا كثير حلو الصراحة هي صبيل إسا جيبت سيرتها قبل شوي على قصة الناس كانت أجت لعنده وعمرها يعني عشرين تمام وكانت فكرة تعمل عملية قص معدي وفهم عشرين قص معدي عملي جراحية يعني شو عرافقت الأمل وحتى طلعت بالوزن الخصوصي عشان سير مؤهلة تفوت تعمل هذه العملية بسعر أرخص أو ببلاش ناسي كيف كان إنها تأخذ المعيين مش دائما بوافقه سنديك المرضى والمستشفى تجرى عملية إلا لوزن معين بالضبط في أماي معين بالضبط في كانت فاكد الأمل كليا وأجينا وحكينا وهيك وحتى بلاشت معي كويا جدا تتحكي لإنه مش عارفة خلال أسبوعين نزلت أربعة كيلو خلال أسبوعين وإنسى الأربعة كيلو هاي منزيحة أنا سألت أماك كيف حاسي عراها يعني طاقة رهيبة الناس اللي حاولي بسألوني شمال يعني في إشيء غريب فيك إنه خالب تصير شوف بالواحد بصير وجهه يشاع نور يشاع طاقة حيوية إنه بطل هيك المهموم ومش عارف كيف أنزل بالوزن ومش عاجبني جسمي فهذا بتشوف اختلاف كتير لأين مفكر توصل في هذا المجال سؤال حلو مفكر أصل طبعا فيش صقف للطموحات بس هات نقول الخطوة الجاية اللي أنا شايفها كغازل إلي إنه أبني برنامج كامل وأنا بالعملية يعني صرنا متقدمين بهذه العملية برنامج كامل اللي بغدر يساعد الناس ويساعد أن يحافظ عنها متحية صحة من ناحية التغذية ونحية نفسية بس أشياء يكون على الانطاق كثير كبير وعلى الانطاق يعني مش بس محلي وناصر وهيك يكون جد على الانطاق عن الدول المتدربين لديك في منطقة الناصرة أكثر منطقتك المتدربين معي أكثر بمنطقة الشمال هات نقول بس أنا برضو أتعامل مع الناس ومرافقة لأينهم كيف ترافيقهم كيف تتواصل معهم حسب كل واحد وكيف بيفضل في ناس بتفضل أونلاين في ناس بتفضل وجه لوجه فبس طبعا أغلب الأوقات أكيد واتس أب بعتشو الواجبات كل واجب ببعطوليها ببعطوليها في عنا جروبات اللي منشارك فيها المهام اللي عملناها طبعا أنا في عند عادات معين اللي بخلي هني يعملوها مثلا أنه بآخر كل يوم يحكوا لي قائم لخمس إشياء اللي فخورين فيها عملوها خلال اليوم لو كانت صغير ولا كبيري هات برضو بعزز من حب الذات اللي حكينا عنه برضو ملان شغلات اللي بنعملها لجروبات هنا وفي ناس اللي بشوفتهم شغلك مجال عملك بده طاقة طاقة التعامل مع الناس وكذا نين أنت بتستمد طاقة 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 بستمدها أهو أسل طاحني من مجرد أني بساعد ناس عن جد لما أشوف أسمع قصص زي هلالك قلت لك إياها بصير بد أروح وشو يلا أي حد أشوفك بالي يلا أساعد 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 عن جد المساعدة أنا بسبب الأشيء كثير مقدس وأصلا بالآخر هذا الشغل المساعدي والشغل هو أكثر مقدس أنا بشوفه من ناحية أنه نحن بالآخر أنا عم بعمل وظيفة اللي كلفني إياها كلفني يا الله في سبيل إنه ساعد غيري طيب الوقت أدركنا ولكن قبل ما أنهي لو بشاهدك الآن شاب فتاة رجل امرأة عنده مشكلة في الوزن سواء يطلع في الوزن أو ينزل وعلى الأغلب أنه ينزل وفاقد الأمل مثل هذه السبيل اللي قلت عنها شبت كله شبت كله شبت كله أولا بقول لشخص أنه يقعد مع حاله بالأول يشوف إسه على هذا النمط يتخيل مستقبله كيف رح يصير إذا بضله على هذا النمط يتخيل الناس اللي بتحبه عيلته صحابه هو نفسه إذا هو عنده علاقة علاقة تحب ذات مع نفسه يشوف كيف رح تصير حياته المستقبل هذا الإشه الوحيد اللي ممكن يخليك تصحى وتقول إذا أبدأ بكير أرجع الطريق الصح سيكون بإذن الله الحياة الأحلى أريد أن أشكرك جزيل الشكر غازم حميد مدرب لنمط حياة صحة من الناصرة أولا شكرا على حضورك وشكرا على كل المعلومات والمقابلة كان فيها روح إيجابية أعطى الطاقة للجمهور شكرا المشاهدون والمشاهدات الأعزاء سنخرج الآن إلى فاصل إعلاني بعد ذلك سنعود مع المزيد من الملفات فلا تذهبوا بعيدا ترجمة نانسي قنقر